السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن نزول رأس الجنين في الحوض ومواعد الولادة جميعنا نعلم ان من اجل الخضوع للولادة الطبيعية على رأس الجنين ان يكون متجهة نحو الاسفل ولكن تختلف هذه الفترة بين امرأة واخرى حسب عوامل عدة وفي هذا الصياق يقول ان الولادة تحدث عادة بعد مرور ما بين الاسبوعين والاربع تسابيع على انقلاب الطفل لكن هذا الامر غير مؤكد ويمكن ان يختلف بين امرأة واخرى ففي بعض الاحيان لا ينقالب الجنين قبل دخولك فترة المخاض وهذا الامر شاع اذا كان هذا حملك الثاني او الثالث لذلك يمكن الاستنتاج ان وضعية الجنين لا تشير الى دخولك فترة المخاض الا انه بامكانك البدء بالتحضير للولادة من خلال تجهيز شنطة الولادة واغراض مولودك وغيرها اعراض تشير الى دخولك فترة المخاض من بين الاعراض التي تعالين منها خلال الاام الاخيرة من الحملة والذي تشير الى دخولك فترة المخاض تضمن واحد تمكنك من التنفس بشكل افضل وعدم شعورك بالسقل او التعب الذي كنت تشعرين به سابقا زيادة تقلصات براكستون هيكس حدوث تغير في عنق الرحم الشعور بمرونة المفاصل والمعاناة من الاسهال في نهاية الفيديو لو عجبكم ياريت تدعمونا بلايك وكمنت وتشارو الفيديو ده مع اصدقائكم وانتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ اشتركوا في القناة